يبدو أن قضية وزير السياحة المقال لأسباب قضائية لن تطوى بمجرد استبداله بآخر وينتهي الأمر ذلك أنها أصبحت بمثابة القنبلة السياسية التي مست شضاياها مزداقية مختلف مؤسسة الدولة المعينة منها والمنتخبة بداية بالاستفامات التي طرحت حول معايير السلطة في اختيار الوزراء ونجاعة المؤسسات الأمنية المخاولة بالتحرع ملفات مماثلة إضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي رشح مناظله لمنصبين الأول نائبا بالبرلمان ثم وزيرا رغم ما يحمله ملفه وقبلها مزداقية العدالة التي خالفت قرار والي عناب الرافر لترشح المعني وعطته حق الترشح رغم الأحكام النهائية بحقه ووصولا إلى تركيبة البرلمان الحالي والتي دفعت عددا من أحزاب المعارضة للمطالبة بإجراء تحقيق حولها في ظل تأكيداتها بوجود حالات مماثلة عديدة حركة حمس قالت إن الاستوزارة هو من فضح حالة مرشح الأنبياء فيما نجحت حالة أخرى في الحصول على مقعد بالبرلمان والله حسب ما يصلنا من أصدع من الولايات هو فيما يتعلق بتركيبة المجلس الشعب الوطني الحالي هناك حالات لنواب لديهم فضائح ولديهم قضايا ولديهم أحكام ولديهم ملفات قضائية ومع ذلك تم التسطر عليهم وتم تمرير ملفاتهم وقد يكون منهم من هو موجود الآن في المجلس الحالي وهذا الذي قلت يحتاج إلى تحقيق وتبقيق على كافة المستويات سواء في المجلس أو في الحكومة أو في غيرها من المسؤولية السامية والحساسة للدولة الجزائرية إذا كانت الأحزاب قد ركزت في مطالباتها بالتحقيق على مؤسسة البرلمان فإن أصوات أخرى طالبت بتوسيع دائرة التحقيق لمؤسسة سيادية أخرى ربما تفوق أهمية وزارة السياحة عين على رأسها أشخاص مسبوقون قضائيا موسيقى